أهلا أحبانا مشاهدين في كل مكان اليوم على قلبي موضوع كتير كتير مهم بعنوان فتشوا الكتب وطبعا هذه الآية الرب يسوع قالها في إنجيل يحن الإصحاح الخامس فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم حياة أبدية وهي التي تشهد لي في شهادات كتير لمصداقية المسيح شهادة الآب شهادة الأعمال معجزات المسيح شهادة يحنى المعمدان شهادة موسى شهادة الكتب شهادة الروح القدس وشهادة الأشخاص اللي اتغيرت حياتهم كلهم شهدوا ليسوع المسيح ولكن هنا الرب يسوع يقول فتشوا الكتب بيدعونا إنه نفحص ونفتش الكتب وعندما نصل بالروح القدس الله لابد أن يعلن لنا ويوضح لنا أفكار كثيرة ليه اخترت هذا الموضوع؟ طبعا بكرة أنا راح أتكلم في البث المباشر عن هل يوجد بشر قبل آدم كتير مرات إحنا نصل لاستنتاجات كثيرة بدون ما نفتش وبدون ما منبحث وصار في طبعتنا حب الحوار والجدل وهذا مش غلط إذا الدافع كان صحيح لكن صابنا مثل ما صاب الفلاسفة القدماء في أيام بولوس الرسول في أريوس باقوس الفلاسفة الأبيكوريين والرواقيين ودائما عندهم مسائل ومحاورات وهل في تعليم جديد وهل في شخص جاي بفكرة جديدة وإذا كانت فكرة قديمة طبعا يمكن صعب نستسيغها أو صعب نعمل فيها وكأنه الكتاب المقدس كتاب قديم لا أحب كلمة الله ثابتة لا تتغير ولكنها تتفاعل وتتواصل معنا لأنها كلمة روحية تصل إلى كيان الكام أنا بحب مجموعة اللي بيحكي عنهم في سفر أعمال الرسل بعد زيارة بولوس الرسول للتسالونيكي راح لبرية وبولوس لما كان يتكلم في برية لاحظ الكلام يقول إنهم قبلوا الكلمة بكل نشاط يعني كان عندهم الحماس والنشاط إنه يقبلوا الكلمة مش مجرد كلمات يعني بيسمعوها مسلمات من غير الفحص كمالة الآية فاحصين الكتب يعني لما كان بولوس الرسول بيتكلم عن أدل وعن براهين من العهد القديم كانوا يرجعوا للنصوص كانوا يرجعوا للكتاب كانوا يرجعوا يقرأوا بكل نشاط عم بيفحصوا بيشوفوا الآية من هون النبي هون الكلمة من هناك وإلى آخره فعم بيفحصوا الكتب والرب يسوع قال فتشوا الكتب لأنه بتفكروا إنه أقولكوا حياة أبدية بس بالحقيقة بالواقع إنه هاي الكتب لما بتفحصوها بكل نشاطه بتدقيقوا فيها هي التي تشهد لي رح تشوف يسوع المسيح في كل هذه الصور بنفس الإصحاح الرب يسوع قال لليهود لأنكم لو كنتم تصدقون موسى طب ما موسى تنبأ عن إنه الله رح يرسل نبي مثلي له تسمعون فعم بقوله لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لأنه هو كتب عني تعرف حبائي في مرة تانية الرب يسوع بيتكلم عن إبراهيم إبراهيم رأى يومي فتهلل أو وتهلل ومرة بيتكلم بقول تضلون إذ لا تعرفون الكتب المقدسة ولا قوة الله محتاجين قوة الكلمة ومحتاجين قوة الله عمل الروح القدس في حياتنا ويسوع نفسه مش بس هو الكتب شهدت عن يسوع لكن يسوع شهد لمصداقية الكتاب ولصحة ووحي الكتاب فيسوع المسيح يؤكد على تاريخية آدم وعلى مصداقية آدم كالإنسان الأول ها ها أعطيتكم الجواب لحلقة بكرة بس بكرة رح نروح بتوسع شهد لنوح وشهد للطفان ثم شهد لموسى يعني هاي شخصيات تاريخية مش مجرد أساطير مثل ما البعض ادعى شهد لإبراهيم مثلا شهد ليونان وطبعا الحوت اللي ابتلع يونان وشهد لسليماء وشهد يعني لقصص كثيرة في العهد القديم فالكتب هي بتأكد صحتها بعضها مع بعض والكتاب كله يسير بتناغم وبانسجام تام كامل كل كتاب أو كل كاتب بالروح القدس بيشهد للشخص الآخر هاي الكتب أحبائي بتقودنا إلى الخلاص وبتقودنا إلى الحياة الأبدية كما هو مكتوب مولودين بكلمة الحق وتعرفون الحق والحق يحرركم يعني تمثاوس أجا من بيت مؤمن بيتكلم عنه الإيمان الذي سكن في جدتك لويس وأمك أفنيكي وأنا موقن أنه فيك بعدين برس الرسول بيتكلم عن تمثاوس وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان بربنا يسوع المسيح كل شخص بحب الكلمة لابد أن يقرأ الكلمة وكل شخص بحب رب الكلمة لابد أن يقرأ الكلمة وكل شخص بحب الكلمة لابد أن يحب ويقع في حب يسوع المسيح لأن يسوع شهد لكل الكتاب المقدس وتقسيم الكتاب في العهد القديم التوراة يعني التناخ التوراة والأنبياء والمزامير وطبعا كل الكتب في العهد القديم بحسب التقسيم فإذا أحبائي نحن مدعوون مش بس نسمع كلام من هون من هون بدون ما نضقق من دون ما نفحص طيب يا أخ نزار طب ما هو الفلان الفلاني شخصية معروفة جدا اللي حكي هذا الكلام حتى ولو بتروح ماسك الآيات بتروح بتفحصها بتقرأ فيها بتسترجع يمكن تستعين ببعض الشراح وبعض التفسير حتى تدرك الخلفية لهذه الكلمة وحتى تتوضح أمامك لما تتوضح أمامك الكلمة أنت بتشكر الله وبتمجد الله أنه الله تكلم معاك من خلال الكلمة فأنا بصلي اليوم من كل قلبي لا تحكم على الكتاب ولا تتسرع بالحكم وأنا تحدى كل إنسان أي شخص بيشاهدني اقرأ العهد الجديد وأنا متأكد مية في المية رح تكون مؤمن بالرب يسوع المسيح لا تسمع كلام من هون ومهون ومقتطفات آية من هناك تركبها على آية من هون كما يزعم المدعون والمحرفون للكتاب المقدس لا اسمع كلمة الله من صوت الرب وحي الروح القدس وخلي ينورها في عقلك في ذهنك لأنه مكتوب فتح كلامك ينير يعقل الجهال فأصلي أنه هاي الكلمة تكون سبب بركة لحياتك وما تتسرع بالحكم أنك أنت تفحص وتدرس كلمة الله وإذا الرب كلمك وباركك من خلال هذا التأمل كون شريك معنا في الخدمة شارك آخرون بهذه الخدمة الرب يكون معاك ويباركك شكرا